أثبتت مملكة البحرين للعالم أجمع ما تتمتع به من إمكانيات وقدرات عالية لمواجهة فيروس كورونا بشتى الوسائل والطرق والتي كان من بينها البروتوكولات العلاجية المتخذة والتي أسهمت بدورها في خفض أعداد الإصابات وتقليل عدد متلقي العلاج في المستشفيات يوما بعد يوم ومملكة البحرين تثبت للعالم ما تتمتع به من قدرة عالية لاحتواء فيروس كوفيد 19 بقيادة الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبسواعد أبنائها في الصفوف الأمامية الذين لم يدخرون جهدا في مواجهة الجائحة طرق ووسائل كثيرة اتبعتها مملكة البحرين للسيطرة على هذا الفيروس كان من بينها البروتوكولات العلاجية المتخذة والتي أجازتها منذ بداية الجائحة واستمرت حتى يومنا هذا لتؤكد فاعليتها ونجاعتها في علاج الحالات القائمة التي أسهمت بدورها في خفض معدلات الإصابة الهيدروكسيكلوركين هو أحد البروتوكولات التي تم البدء بها لعلاج الحالات القائمة حيث أثبت فاعليته في تعافي عدد من الحالات القائمة للفيروس وتعد البحرين من أوائر الدول على مستوى العالم التي استخدمت هذا الدواء والذي حقق نجاحا كبيرا بعدما تمت تجربته واستطاع إضعاف قوة الفيروس وساهم في التقليل من أعراضه والحد من مضاعفاته وكانت البداية مع هذا الدواء ليتبعه عددا آخر من البروتوكولات العلاجية كالسترو فيماب والريجنكوف لعلاج الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة للمصابين إضافة إلى استخدام البخاخ الأنفي إنوفيد والذي بالإمكان استخدامه قبل الإصابة بالفيروس كعلاج لم تكن البروتوكولات العلاجية وحدها حلا لخفض الإصابات وإنما الخطوات الاستباقية أيضا من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا واحتوائه عن طريق وضع آلية الإشارة الضوئية التي كان أثرها بارز بعد إقرارها إلى جانب التطعيمات والجرع المنشطة ولا ننسى الوعي المجتمعي الذي أسهم في نجاح جهود الفريق الطبي وجهود كل من وضع بصمته لتصبح مملكة البحرين أنموذجا يحتذا به في طريقة التعامل مع هذا الفيروس